السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذه قرية الزعفران الشرقية التابعة لمنطقة الرستن بريف حمص القرية ذات غالبية كردية حيث تبلغ نسبة الكرد فيها 75% تربطهم علاقة قرابة كونهم ينتمون إلى عشيرة واحدة وهي عشيرة قوريبك المتواجدة في مدينة كوباني ومن هذه العائلة هي عائلة مرتو وكردي حيث يبلغ تعداد هذه العائلة ما يقارب ألف شخص بإضافة إلى عائلة بكتاش طبعا مقيمون في نفس القرية يعمل الغالبية بالزراعة والتجارة ويتميزون بحبهم للعلم لكثرة الشهادات الجامعية في العائلة وتربطهم علاقة قرابة مع القرى المجاورة مثل قرية الدار الكبيرة والغنطو كما لهم أبناء عمومة مقيمين في مدينة كوباني كعائلة مرتو وعباس وغيرهم ويتميزون بحبهم لقوميتهم الكردية ولجميع القوميات الأخرى للأسف الجيل الجديد لا يتكلم الكردية كالجيل القديم هذه المعلومات وصلتني من أحد أبناء القرية وأنا ألقيها بصوتي أنا علي عبدالله كولو محامن من منطقة درباسية وأتمنى أن يعود أهلنا في قرية الزعفران الشرقية إلى لغتهم الكردية كون لغتنا هدية من الله وعلينا أن نتعلمها دمتم أهلنا في قرية الزعفران الزعفراني